قال الكريملين اليوم أن رئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ رئيس المجلس الأوروبي شامر شال أنه لن يجري محادثات مباشرة مع نظيره الأوكراني فلاديمير زانسكي وشرت بوتين على أن تصفر المناقشات الجارية بين البلدين عن نتائج ملموسة حتى يجري محادثات مباشرة مع نظيره الأوكرانية من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف أن المفاوضات بين موسكو وكياف الرامية إلى إيجاد حل للنزاع متعثرة بعدما فشلت المباحثات بإحراز أي تقدم واضح وقال لفروف أن المفاوضات متعثرة لأن اقتراحا قدموا إلى المفاوضين الأوكرانيين منذ خمسة أيام وتمت صياغته مع الأخذ بالاعتبار تعليقاتهم لا يزال بدون جواب